السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا جميعا في احسن حال كل سنة وانتو طيبين والخير ويا رب وعيد اضحى مبارك علينا وعليكم اه تعالوا النهار ده بقى احنا طبعا ندخلين على العيد ويلا نتعرف مع بعض كده على اسعار العجول والخرفان واخبار اللحمة بقى اخبارها ايه والناس اللي عايزت اه تضحي ويلا ندخل كده عند الجزار هنا ونشوف كده العجول اخبارها بس انا شايفها هنا احكام كبيرة ما شاء الله تبارك الله اللحمة بارك طبعا الاسعار اتغيرت خالص يعني هندخل مع بعض كده ونشوف الاسعار عاملة كامل نهار طبعا يا جماعة انا رجلي اه اه يلا ندخل كده ونبدأ نشوف الاسعار يلا تعالف السلام عليكم ازايك عامل يا معال الاخبار كل سانة وانتوا طيبين اقلينا بقى ايه الاخبار العجول عاملة ايه طبعا ده من احسن الاماكن اللي بيبيع اللحمة بتاعته طبعا معروف وحافته كويسة جدا طبعا واشنا متعاملين معايا آآ فكل سانة وانتوا طيبين وبخير يا رب قولنا بقى ايه الاخبار النهاردة ويا ترى اخبار العجول ايه والخرفان والكلام ده كل والله العجول زي ما انت شايفها كل يوم بحاجة طبعا الحاليان دي بقى تشغلين ايه 50 و ايه 15 تمام والتصافي اخد بالك 63 كلنا والعجول دي بيتي فلاح دي بيتي فلاح يعني اللي بياخد حاجة بياخدها مضمونة طبعا ما انا شايفها اول ما بصيت ما شاء الله تبارك الله حدك كويسة ما شاء الله بس يا جماعة دي حاجات بيتي اه بلدي مش اللي هما بيبقوا بيأكلوهم من الحاجات اللي هي بتبقى وحشة في الشوارع والكلام ده شايفين ما شاء الله شكل العجل عامل ازاي اها بصراحة ما شاء الله وص شكله تمام يعني قل لنا لو اصغر والمزان طبعا حلال ما انا عاربا المكان اللي يعجبه يوزن فيه تمام احنا مش بنروح لاي حاد يعني من الاماكن المميزة اللي بتبيع بما يرضي الله والمزان اهم حاجة المزان تصافي عندنا 63% واللحم احمر لحم احمر تمام يعني لو عجل كبير زي كده هوت هيوزن له قد ايه عجل زي ده يعمل له اخدبالك ربعمية وتسعين كيلو بص يا جماعة ده يعمل له ربعمية وتسعين كيلو طبعا احنا بنحسب على بندرب على مية وخمسين او مية خمسة واربعين جنيه تمام تمام يعني يطلع كم اضربة يعني قلنا مثلا حوالي كم يعني عندها ايجي 240 كيلو لحم تمام لو يعني السعر هيبقى يحسب كام السعر هيبقى يطلع كبير ايه حاجة صغيرة تمام تمام و لو حاجة صغيرة بقى يعني اصغر حاجة في العجول مثلا اصغر حاجة في العجول ايه اتنين وستين ايه اتنين وستين ايه تمام ايه طب قلنا لو حد بقى عايز ياخد العجلي بقى على درجة واحد كده ما يكونش فيه عيوبة لاي حاجة تختين صحوا بايه؟ اه يعني احنا نختار العجل ازاي؟ هتبص على سن العجل وعلى رئابته وعلى قلقته طبعا العجول ليها سن معين صح؟ السنة قدي ايه بالنسبة للعجول؟ بالنسبة للعجول دي كلها كسر ايه؟ كسر ايه؟ تمام يعني سنتين؟ سنتين بصوا يا جماعة ما شاء الله طبعا اه؟ طب واللي عايز بقى يتبح ويشفي وكل حاجة بيجي لك هنا ولا بيبقى السنة؟ يعني مثلا انا هشتري عجل هشفهولي في نفس المكان؟ طب واللي عايز يتبح في مكانه؟ عندكو جزارين؟ تمام بصوا يا جماعة انا هسبت الرقم اهوا لللي عايز يتعامل مع المعلم ابو يوسف وان شاء الله طبعا حقك يا جماعة مضمونة هنشوف بقى تعالى ورنا كمان الخرفان عشان نبقى شوفنا الخرفان يا جماعة وشوفنا العجول ما شاء الله تبارك الله يعني هنشوف برضو الخرفان اللي موجودة عندهم اه فهو انا شايف عنده ما شاء الله خرفان وعجوله كل حاجة اه بصوا ما شاء الله تبارك الله طبعا قولينا بقى الخروف يطلع له على كام؟ تمانين كيلو سبعين كيلو تمانين كيلو سبعين كيلو الكيلو على كام؟ الكيلو يا جماعة على مية وسبعين جنيا بصوا شايفين طبعا شكل الخرفان بينها يعني طبعاً كويسة ووقفة صلامة وقفة وبتاكل يبقى هي كده طبعاً كويسة وما فياش اي مشاكل خال تمام بصوا يا جماعة احنا شايفين كده عنده العجول وعنده الخرفان واللي عايز يحجز يحجز من امتى في اللي عايز يحجز يحجز في اي وقت تمام ماشي شكرين هنعرف برضو العنوان والتفاصيل هنا في كل حاجة ان شاء الله معنا طيب يا معلم ابو يوسف قلنا العنوان فين العنوان يا جماعة شارع الورشة بجوار ملك الكشري وطبعاً ارقامه موجودة واللي عايز يحجز يبدأ يحجز من دلوقتي واسعاره زي ما احنا شوفنا كده متشكرين يا معلم ابو يوسف واسعار الدبيح كام صاح قلنا اه يعني اتبح العجلي ده كله ان شاء الله بالالفين جنيه بالنسبة للخرفان 300 جنيه الخروع بتشفيه وتصفيه كل حاجة تمام شكراً يا بو يوسف عايز مفتك عايز ترام حل عايز استندرات بتقسمها يعني كل حاجة موجود تمام كل سنة وانتوا طيبين بخير يا رب كل سنة وانتوا طيبين مع السلامة شكراً طبعاً الفيديو الرقم اهو والمكان بتاعه نصنا الفيديو النهاردة يا رب بيكون الفيديو عجبكم مع السلامة وفي حفظ اللو ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة مع السلامة كل سنة وانتوا طيبين وبخير اشتركوا في القناة